بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننتقل وإياكم فيه إلى درس جديد لذي نتعرف على معلومات جديدة على استكشافات جديدة وكذلك نتعرف على العديد من المفردات بإذن الله خلال هذا الدرس طالبي وطالبتي سوف نتحدث عن عمليات الحياة ولكن هذه العمليات تتعلق بالكائنات أو المخلوقات الحية كالحيوانات وغيرها تحدثنا فيما سبق طلابنا وطالباتنا في البداية عن عمليات الحياة في النباتات ذكرنا من هذه العمليات التنفس والتغرية ذكرنا أن عملية البناء الضوئي هي عملية هامة جدا في حياة النباتات بالتحديد وذكرنا طالبي وطالبتي أن هذه العملية تفيد هذا المخلوق أو النباتات بالتحديد في صنع غذائها انتقلنا بعد ذلك لعمليات التكاثر في النباتات ما بين النباتات الزهرية والنباتات اللازهرية وكذلك تحدثنا كيف يمكننا التفرقة ما بين التكاثر الجنسي وكذلك التكاثر اللاجنسي انتقلنا بعد ذلك طالبي وطالبتي للحديث عن عمليات الحياة ولكن في المخلوقات الحية الدقيقة تعرفنا طالبي وطالبتي على المخلوقات الحية الدقيقة وذكرنا بأنها مخلوقات مجهرية لا يمكن رؤيتها إلا عن طريق المجهر وذكرنا بعض الأمثلة عنها وكانت مثل الفطريات المجهرية والطلعيات المجهرية والبكتيريا وكذلك البدائيات إذن تحدثنا عن هذه المخلوقات الحية تحدثنا بالتحديد عن عمليات التكاثر في هذه المخلوقات الحية عندما تحدثنا عن التكاثر في الفطريات وكذلك الطلعيات والبدائيات والبكتيريا انتقلنا في ختام درسنا الماضي للحديث عن أحد الفطريات الذي يسبب عفن الخبز وتحدثنا عن هذا الفطر وكيف يمكن أن ينتشر ويتكاثر في جسمها أو في داخل قطعة الخبز التي تكون مكانا مناسبا لهذا المخلوق وللعيش والانتشار في جسم هذه أو في هذه البيئة المناسبة له بعد ذلك طالبي وطالبتي أو خلال درس هذا اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن عمليات الحياة ولكن هذه العمليات تتعلق فيما هو أكبر من هذه المخلوقات الحية الدقيقة والتي نستطيع أن نشاهدها عبر العين المجردة وهي الحيوانات وغيرها لنبدأ وإياكم طلابنا وطالباتنا في مشاهدة عنوان درسنا لهذا اليوم عنوان درسنا طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم الهضم والإخراج في البداية طالبي وطالبتي سوف نشاهد ما سوف نتعلمه خلال درس هذا اليوم لدينا عدد من العناصر عدد من الفقرات التي ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا للحديث عنها بشكل مفصل بإذن الله تعالى لنبدأ طالبي وطالبتي في الحديث خلال هذا الدرس عن نشاط استقصائي عبر هذا النشاط طالبي وطالبتي سوف نجريه نحن وإياكم عن بعد ونحقق في هذا النشاط هدفه وكذلك نجيب عن أسئلة هذا النشاط بشكل مفصل بعد ذلك طالبي وطالبتي خلال هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية حصول المخلوق الحي على الطاقة كيف يمكن للنبات كيف يمكن للحيوان أن يحصل على الطاقة ماذا تفيد فيه أو ماذا تساعده هذه الطاقة حتى يتكون ويكون أو يقوم بعمليات حياته في البداية طالبي وطالبتي نحن لازلنا في هذه الوحدة وهذه الوحدة تتحدث عن عمليات الحياة شاهدنا هذه الصورة مرارا وتكرارا شاهدنا كيف يمكن لهذا النبات أن يقوم بالتهام هذه الحشرة رغم أن هذا النبات ليس له عضلات كما تشاهدون إلا أنه قادر بإذن الله تعالى على قيام بحركات كثيرة عبر أوراقه العجيبة التي تستطيع استياد الحشرات التي تقف عليها إذن هذه إحدى العمليات الهامة لهذا النبات والذي به يستطيع أن يصنع غذاءه ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي في هذا الفصل وهو الفصل الرابع نحن تحدثنا حول هذا الفصل طالبي وطالبتي أو انتقلنا بإذن الله تعالى إلى هذا الفصل وخلال هذا الفصل سوف نتحدث عن عمليات الحياة ولكن عمليات الحياة هذه تتعلق بالإنسان وكذلك الحيوانات نحن لا يخفى علينا تركيب جسم الإنسان وكذلك تركيب جسم الحيوان القريب من جسم الإنسان فبالتالي سوف نتعرف عن عمليات الحياة لهذه المخلوقات الحية الإنسان والحيوان إذن في خلال هذا الدرس طالبي وطالبتي أو خلال هذه الدروس القادمة لدينا فكرة عامة خلال هذه الفكرة تساؤل هام والذي يجيب عنه أو نجيب عنه خلال الدروس القادمة ما الوظائف الحيوية التي تؤديها الأجهزة الحيوية سواء كانت في الإنسان أو حتى في الحيوانات هناك أجهزة ذكرنا طلابنا وطالباتنا في بداية أو في مستهل دراستنا في كتاب مقرر العلم للصف السادس أن هناك أجهزة في المخلوقات الحية وهذه الأجهزة تحتوي على أعضاء وهذه الأعضاء تتكون من أنسجة وهذه الأنسجة تتكون من خلايا التركيب المعقد لهذه المخلوقات الحية سوف نطلع عليها بشكل مفصل وكيف يمكن لهذه الأجهزة أن تقوم أو علاقة هذه الأجهزة بعملية الحياة في المخلوقات الحية بعد ذلك طالبي وطالبتي خلال هذا الفصل لدينا تساؤلين التساؤل الأول يتحدث عن عمليات الحياة وهي عمليات الهضم عمليات الإخراج عمليات التنفس وعمليات الدوران هذه العمليات سوف نطلع عليها بشكل مفصل عبر الإنسان والحيوانات إذن لديهم هذه العمليات من تنفس من إخراج وهذه العمليات التي شاهدناها سوف نجيب عنها بإذن الله خلال هذا الدرس والدروس القادمة ولكن بعد أن ننهي هذا الدرس ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن العمليات الأخرى لهذين المخلوقين الإنسان والحيوان وهي الحركة والإحساس إذن سوف نبدأ وإياكم في أولى أو أوائل هذه العمليات الهامة لإجسام المخلوقات الحية في البداية شاهد معين طالبي وطالبتي هذه الصورة تشاهد أن هناك مخلوق حي وهو أحد الحيوانات وهذا المخلوق أو هذا الطائر يستطيع أن يقوم بالحركة وكذلك يستطيع كما تشاهد أمامك أن ينتقل أن يهاجر من مكان إلى آخر يستطيع أن يحصل على غذائه يستطيع إذن هذه الخصائص التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق تتميز عن غيره من المخلوقات في طريقة غذائه في طريقة انتقاله في طريقة حركته خلال هذه أو خلال عمليات حياته فبالتالي سوف نتعرف بإذن الله تعالى حول عمليات الحياة كذلك في الطيور ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى المفردات أو مفردات الفكرة العامة خلال هذا الدرس خلال هذا الدرس طالبي وطالبتي لدينا مفردات وكذلك الدروس القادمة هذه المفردات لا بد أن نتعرف عليها جيدا حتى نستطيع أن نتقن مهاراتنا وكذلك تحقيق أهدافنا إذن خلال هذا الدرس والدروس القادمة ندينا مفردة هامة جدا وهذه المفردة قد سبق وأنمرت علينا سابقا وهي عملية الهضم ونعرف بأن عملية الهضم هي عملية تفكيك الغذاء وتجزئته إلى أجزاء بسيطة أو لمن تفيد هذه الأجزاء هذه الأجزاء البسيطة سوف تفيد الخلايا وتمدها كذلك بالطاقة التي تستطيع بذلك أن تقوم بعمليات الحياة التي تمد الإنسان أو الحيوان بما يريد من هذه العمليات بعد ذلك طالبي وطالبتي لدينا الفقرة الأخرى أو المفردة الأخرى عملية التنفس كما تشاهدون هذا الطفل الذي يقوم باستنشاق الهواء والحصول على الهواء ولكن عملية التنفس هي عملية معقدة وتتم فيها إطلاق الطاقة المختزنة في جزئات الغذاء وهذه تحدث في الخلية بوجود الأكسوجين وخاصة للإنسان لا بد أن تكون هناك الأكسوجين الذي يساعد في إطلاق هذه الطاقة وبالتالي حصول الجسم على الأكسوجين بشكل جيد كذلك هناك مفردة هامة جدا خلال هذا الدرس والدروس القادمة وهي الدوران والدوران طالبي وطالبتي سبق أن مر علينا وهو حركة المواد كالأكسوجين كالجلوكوز وكذلك الفضلات إلى داخل وخارج جسم المخلوق الحي الإنسان وغيره وهذه العملية هامة جدا لنقل الغذاء أو لإخراج الفضلات لتبادل الغازات هذه العملية تتم عبر هذا الجهاز الهام وهو عملية الدوران وسوف نتحدث عنها بإذن الله بشكل مفصل خلال الدروس القادمة ننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا بعد الحديث عن هذه المفردات الثلاث لنتعرف عن هذه الصورة شاهد معي طالبي وطالبتي أدعوك تتمعن الصورة قليلا لننظر ثم نتسأل تحتاج أجهزة الحاسوب والسيارات وكذلك الأجهزة الأخرى التي نستعملها في حياتنا إلى طاقة تخيل طالبي وطالبتي أن جهازك لم يحصل على طاقة سواء الجهاز الجوال أو أي جهاز آخر ماذا يحدث له؟ تخيل أنه لمدة يومين أو ثلاثة أيام لم يحصل على طاقة تخيل السيارة لم تحصل على كمية من البنزين التي تساعدها في الحركة ماذا يحدث؟ أحسنتم سوف تقف هذه الأجهزة عن الحركة إذن ماذا يمد هذه الأجهزة؟ وماذا تحتاج هذه الأجهزة؟ وما وجه الشبه بين هذه الأجهزة طالبي وطالبتي وبين هذا الحيوان الذي تشاهده أمامك؟ ما هو الشبه بين الحيوانات وبين الآلات التي ذكرنا قبل قليل؟ كيف يمكن لهذا الحيوان أن يحصل على الغذاء؟ هذا هو حيوان الباندة في هذه الصورة أمامك يحتاج إلى الماء وكذلك الطاقة وبذلك نسأل أنفسنا كيف يستطيع أن يستخدم الماء والطاقة حتى يتمكن من العيش؟ تخيل أن هذا المخلوق يتشابه مع الآلات في أنه يحتاج إلى أحسنتم يحتاج إلى طاقة إذن عندما نسأل أنفسنا هذه الأسئلة أو هذه الأسئلة بالتحديد نستطيع أن نجيب عنها عندما نسأل أنفسنا كيف يمكن لهذا الحيوان أن يحصل على الطاقة؟ كيف يمكنه أو كيف يستخدمه للعيش؟ نجد أن هذا الحيوان يشرب الماء ويأكل الغذاء الذي مصدره النباتات كما تشاهدون أمامكم مثله مثل الحيوانات الأخرى ماذا يحدث بعد ذلك؟ سوف يتحلل عبر الأجهزة الهضمية في هذا الغذاء ثم بعد ذلك يتكون لنا طاقة إذن من أين تأتي الطاقة لهذا الحيوان؟ أحسنتم من الغذاء الذي يأخذه هذا المخلوق ويتغذى عليه ثم بذلك يكتسب الطاقة ثم ينطلق إلى حياته ويمارسها بشكل طبيعي إذن بعد أن تعرفنا على هذا الحيوان وكيف يمكنه الحصول على الطاقة ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي عبر هذا النشاط الاستقصائي خلال هذا النشاط طالبي وطالبتي سوف نلاحظ كيف يمكن أو سوف نجيب عن تساؤل إنهام وهذا التساؤل كما تشاهدونه أمامكم عبر الشاشة كيف تساعد الأمعاء الغليظة على عملية الهضم؟ الأمعاء الغليظة هي موجودة في أجسام معظم الحيوانات كيف يمكن لهذه الأمعاء أن تقوم بعملية الهضم حتى تمد هذا المخلوق بالطاقة؟ إذن لكي نجيب عن هذا التساؤل لا بد أن نتبع كما نذكر وكما تعلمنا دائما الطريقة العلمية الطريقة العلمية طالبي وطالبتي نذكر أننا تذكرون أننا تعلمنا وكيف تتم خطواتها عبر أولى خطواتها وهي تكوين الفرضية إذن كما تشاهدون طالبي وطالبتي نكون فرضية نتوقع فيها أننا إذا استخدمنا الورق لعمل نموذج يبين كيف تقوم هذه الأمعاء بامتصاص الماء فهناك أنواع مختلفة من الأوراق أي الأنواع الورق نختار ليقوم بامتصاص ماء أكثر كيف يمكن تمثيل هذا النموذج للأمعاء الغريضة بإمكاننا كتابة التوقع عبر استخدامنا لهذا الورق ولكن ما هي الأدوات التي نستخدمها لك أن نقوم بإجراء هذا النشاط نشاهد معا هذه الأدوات والتي نحتاجها طالبي وطالبتي أمامك في البداية لدينا مقص كما تشاهدون نحتاج إلى مقص وكذلك نحتاج إلى مناشف ورقية من الألياف أي مناشف تكون عريضة أو سميكة وكذلك نحتاج إلى مناشف ورقية عادية كما تشاهد هذه المناشف الورقية العادية وكذلك نحتاج إلى ورق تجليد هذا ورق التجليد باللون الأحمر ونحتاج إلى ورق طباعة للحاسوب هذا هو الورق الطباعة باللون الأبيض وكذلك نحتاج إلى مخبار مدرج هذا هو المخبار المدرج وماذا نعني بالمخبار المدرج؟ المخبار المدرج طالبي وطالبتي عبارة عن أنبوب يحتوي على التدرج وخلال هذا التدرج نستطيع قياس كمية الماء أو السائل الموجود في هذا المخبار كما تشاهد أمامك هذا هو التدريج الموجود في هذا المخبار نضع فيه السائل أو الماء ثم بعد ذلك نقوم بعملية الحساب وبعد ذلك نحتاج إلى كذلك الماء وساعة إيقاف هذه هي ساعة الإيقاف بإمكانك الاستغناء عن الساعة باستخدام الجوال أو باستخدام أي جهاز يستطيع ضبط الوقت الذي إذن بعد أن شاهدنا طالبي وطالبتي ما نحتاجه بعد أن شاهدنا السؤال الذي نقوم باختبار الفرضية واختبار التوقع فيه سوف ننطلق وإياكم طالبي وطالبتي للخطوات وملاحظة كيف يمكن الإجابة عن التساؤل الذي وضعناه خلال هذا النشاط عندما نطرح هذا التساؤل سوف نتوقع كل طالب بإمكانه أن يتوقع توقعا يلاحظه أو قريب من فكره قد نقول أن هناك أنواع من الأرواب لدينا أوراق من الألياف وأوراق من كما ذكرنا لكم من التجليد وأوراق حاسب وأوراق مختلفة إذن ما هو أو ما نوع الورق الذي تتوقع طالبي وطالبتي أن يمتص الماء بشكل أكبر توقعنا نقول أن هناك أو نتوقع بأن إذا كانت الورقة التي امتصت أكبر كمية من الماء هي الأكثر بذلك شبها بالأمعاء الغليظة فإن الأمعاء الغليظة ربما وهذا هو التوقع أن تمثل بورق أو بنموذج من ورق الألياف قد يتوقع طالب آخر بأن ورق التجليد يقوم بامتصاص الماء بشكل أكبر قد يتوقع طالب آخر بأن ورق الحاسوب يمتص الماء بشكل أكبر إذن كل طالب لديه توقع ولكن كيف نستطيع أن نعرف التوقع الصحيح ما بين هذه التوقعات؟ أحسنتم عبر اختبار الفرضية لننطلق ونختبر هذه الفرضية أو هذا التوقع في البداية طالبي وطالبتي احذر لماذا تحذر؟ لأنك تستخدم بذلك المقص تقطع كل نوع من الورق إلى أشريطة بالحجم نفسه مثلاً 20 سنتيمتراً لكل نوع من أنواع الورق ثم اثني هذه الأشريطة بحيث يمكنك أن تقوم بإدخالها عبر المخبار المدرج السابق ذكره قبل قليل والذي شاهدناه عبر النشاط وعبر ماذا نحتاج إليه بعد ذلك طالبي وطالبتي كما تشاهد في هذه الخطوة قم بإملاء المخبار المدرج إلى منتصفه بالماء دون الرقم الذي وصل إليه الماء الذي قمت أنت بإملائه ليشير إلى مستوى الماء الذي هو فيه انظر إلى الأوراق التي قمنا بقصها تقريباً أوراق من الألياف وأوراق من أوراق الحاسوب ومناشف إذن هناك أنواع من هذه الأوراق وأوراق تجليد بعد ذلك قمنا بوضع الماء لكمية أو لمستوى محدد عبر المخبار المدرج في الخطوة الثالثة طالبي وطالبتي قم كما تشاهد بإدخال الورق واحداً تلو الآخر ابدأ بأحد الأوراق ثم قس لاحظ لدى هذا الطالب هذه الورقة وهذا القلم حتى يستطيع أن يقيس كمية الماء المفقود من هذا المخبار المدرج كمية الماء الذي قام بفقده عبر هذا المخبار وامتص عبر هذه الورقة ننطلق وإياكم في الخطوة الرابعة لاحظ معي ابتدأنا بمستوى ماء ما يقارب ثلاثين مليلتر إذن نحن وضعنا كمية من الماء تصل إلى ثلاثين مليلتر هذا هو المخبار المدرج أمامك طالبي وطالبتي هذا هو التدريج خمسة عشر عشرون ثلاثون أربعون وخمسون مليلتر نحن وضعنا الماء في مستوى ثلاثون مليلتر ماذا نقوم به بعد ذلك؟ سوف نأخذ ورق الألياف شاهد معي طالبي وطالبتي نوع من الأوراق وهو الألياف عندما أخذنا ورق الألياف لاحظ معي ماذا حصل ماذا تشاهد أمامك طالبي وطالبتي؟ أحسنتم انخفضت كمية الماء حتى وصلت إلى اثنان وعشرون مليلتر أين ذهب ما يقارب ثمانية مليلتر؟ رائع إذن ثمانية مليلتر امتصتها المناشف أو الورق الذي على هيئة الورق الذي على هيئة كما تشاهدون أمامكم المناشف الورقية ننطلق وإياكم إلى الخطوة التالية في الخطوة التالية نعيد الماء كما كان إلى ثلاثين مليلترا بنفس الطريقة ثم بعد ذلك نشاهد عندما نضع الورق من أو المناشف الورقية ماذا حصل عندما وضعنا المناشف الورقية العادية؟ كم حصلنا على الرقم؟ أحسنتم أربع وعشرون مليلترا إذن انخفض الماء ولكن بشكل أقل أين ذهب امتصاص الماء؟ رائع إذن امتصت الماء امتصت المناشف الورقية الماء ما يقارب ستة مليلترا وتكون لدينا ما يقارب أربع وعشرون مليلترا عبر المخبار المدرج نختبر الورق الثالث نضع الماء كما هو إلى ثلاثين نعيده إلى ثلاثين مليلترا ثم بعد ذلك نأخذ الورق الأخير أو الماء قبل الأخير وهو ورق الحاسوب ماذا تلاحظ؟ جميل جدا انخفض الماء ولكن بشكل أقل سبع وعشرون مليلترا عندما استخدمنا ورق الطباعة انخفض الماء سبع وعشرون مليلترا عين ذهب ثلاثة أو ثلاثة مليلتر أحسنتم امتصتها ورق الحاسوب ننطلق إلى الخطوة الأخرى نعيد كذلك مستوى الماء كما كان ثلاثين مليلتر ثم نحضر الورق الأخير وهو ورق التجليد نشاهد شاهد معي طالبي وطالبتي كم الكمية أمامك؟ رائع ما يقارب تسع وعشرون مليلترا إذن انخفض جزء بسيط جدا هل امتصت بما فيه الكفاية؟ أحسنتم إذن ورق التجليد امتصت كمية قليلة جدا ما يقارب واحد مليلتر لنقوم طالبي وطالبتي بعد مرور دقيقة وكما سجلنا هذه البيانات نقوم بوضع هذه البيانات عبر جدول كما تلاحظون أمامكم نسجل فيه نوع الورق لاحظ معي عندما كان مستوى الماء ثلاثين أصبح المستوى النهائي للماء اثنان وعشرون كم الكمية الممتصة؟ رائع ثمانية مليلتر لاحظ المناشف العادية عندما كان المستوى الماء ثلاثون كم أصبح مستوى الماء؟ أربعاً وعشرون أحسنتم كم الكمية الممتصة؟ رائع وكذلك ورق الطباعة عندما كان الماء ثلاثون انخفض إلى سبعاً وعشرون الكمية الممتصة ثلاثة ملي عندما كان الماء ثلاثون في ورق التجليد أصبح تسعاً وعشرون الكمية الممتصة واحد ملي إذن لاحظنا طالبي وطالبتي أن هناك اختلاف بين هذه الأوراق في كمية امتصاص الماء لننطلق إلى السؤال التالي طالبي وطالبتي أي أنواع الأوراق امتصة كمية أكبر؟ سؤال موجه لكم طلابنا وطالباتنا أحسنتم رائعون الذي امتصى الماء بكمية أكبر هو المناشف الورقية الأكثر سمكاً وهي المصنوعة من الألياف بعد ذلك طالبي وطالبتي بإمكانك أن تستكشف أكثر لتوضح العوامل التي تؤثر في عملية الهضم كذلك هناك طرق أخرى تستطيع منها أن تستفيد من أو تكون فرضية حتى تبين العوامل الأخرى التي تساعد في عملية الهضم لدى المخلوقات الحية في خلال هذا الدرس طالبي وطالبتي والدروس القادمة بإذن الله لدينا عدد من المفردات من هذه المفردات الهضم سبقاً تحدثنا عنها قبل قليل وكذلك الإخراج التنفس الدوران وكذلك متغير درجة الحرارة وثابتة درجة الحرارة هذه المفردات سوف تمر علينا بإذن الله خلال هذا الدرس والدروس القادمة ولدينا مهارة طالبي وطالبتي عبر القراءة وهي مهارة المشكلة والحل إذن عبر مهارة القراءة نستطيع أن نشاهد عدداً من المشكلات التي تواجه المخلوقات الحية ونستطيع أن نكون الحلول التي تساعدنا على استكشاف هذه المشكلات بعد ذلك طالبي وطالبتي نشاهد أن أو نتعرف على الهضم والإخراج نجد أن من خصائص المخلوقات الحية كما شاهدنا في دب الباندا قبل قليل أنها تستخلص الطاقة عبر الغذاء سواء كانت هذه المخلوقات الحية حيوانات أو نباتات أو أي مملكة من ممالك المخلوقات الحية هي تحتاج إلى طاقة إذن هي تحصل عليها عن طريق الغذاء بعد ذلك طالبي وطالبتي نجد أن أو تحدثنا سابقاً بأن عملية البناء الضوئي تستطيع فيها أن تقوم المخلوقات الحية التي تصنع غذاءها بنفسها فبالتالي تستطيع أن تقوم بهذه العملية ومنها كما ذكرنا لكم النباتات النباتات هي مخلوقات حية تقوم بصنع غذائها بنفسها أما بقية المخلوقات الأخرى فإنها تستطيع الاستفادة من البيئة حتى تحصل على غذائها كالحيوانات مثلاً حيث تستطيع أن تقوم باتداء الغذاء وتفكيكه إلى أجزاء بسيطة وكذلك التخلص منه عبر الفضلات كحيوان الباندا بإمكانك أو كذلك الإنسان يحصل على الطاقة أثناء تناوله الوجبة المواشي تحصل على الطاقة من الأعشاب التي تأكلها وتمتص بعض المخلوقات الحية البحرية غذاؤها بسهولة عن طريق الوسط الذي تعيش فيه للحصول على الطاقة إذن نتفق نحن وإياكم طلابنا وطالباتنا أن الغذاء هو المصدر الأساسي الذي يساعد هذه المخلوقات الحية على الحصول أو في الحصول على الطاقة إذن لنراجع ما تعلمنا خلال الدرس هذا اليوم ما أنواع المخلوقات الحية من حيث حصولها على الغذاء ذكرنا العديد من هذه الأنواع المخلوقات الحية والتي بإمكانها أن تحصل على غذائها أحسنتم إذن عندما نتحدث عن المخلوقات الحية نجد أنها من حيث حصولها على الغذاء نجد النوع الأول هي المخلوقات التي تصنع غذاءها بنفسها ومنها النباتات والنوع الآخر هي المخلوقات التي لا تستطيع أن تصنع غذاءها بنفسها كالحيوانات وكذلك بعض المخلوقات الحية الأخرى في ختام درسنا لهذا اليوم طالبي وطالبتي أريد منكم أن تقومون بأخذ ورقة وقلم لتسجيل هذا السؤال المهم جدا وهو سؤال واجب منزلي ونشاهده بإذن الله في بداية الحصة القادمة خلال الدرس القادم السؤال يقول كما تشاهدون أمامكم كيف يمكن للمخلوقات الحية الحصول على الطاقة كيف يمكن للمخلوق الحي سواء كان إنسانا حيوانا أي مملكة من الممالك أن يحصل على الطاقة إذن إلى هنا طلابنا وطالباتنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسي هذا اليوم إلى أن نلقاكم بإذن الله في درس الحصة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر